بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الأولى لمستوى الثالث شعبة الساعات المعتمد عربي مادة اقتصاديات مالية عامة وضرائب إعداد الدكتورة إيمان السعيد هنتكلم عن الضريبة على العقارات المبنية في ثلاث نقط أولا ربط الضريبة ثانيا تحصيل الضريبة ثالثا الإعفاءات الضريبية لو خدنا النقطة الأولانية اللي هي ربط الضريبة يعني حسابها بيقولك بيختلف طريقة الحساب حسب هل العقار مستخدم كسكن خاص للممول وأسرته دي نمرأ ألف ولا العقار مستخدم غير السكن الخاص للممول يعني مؤجر مثلا كسكن للغير دي نمرأ به أو العقار مستخدم لأغراض غير السكن يعني خدمات إدارية ومكاتب عيادة طبيب مكتب محامي وهكذا أو نمرأ ديل حالة أن العقار مصنعة لو خدنا الحالة الأولى العقار مستخدم سكن خاص للممول وأسرته بنحسب الضريبة من خلال ست خطوات أول حاجة بنحدد القيمة السوقية المقدرة للعقار تاني حاجة بنحدد القيمة الرأس مالية اللي هي بتساوي القيمة السوقية في ستين في المية تالت حاجة بنحسب إجمالي القيمة الإيجارية المقدرة اللي بتساوي القيمة الرأس مالية في ثلاثة في المية بعدين نمرأ ربعة بنحسب صافي القيمة الإيجارية اللي بتساوي إجمالي القيمة الإيجارية في سبعين في المية خمسة وعاء الضريبة اللي هو بيساوي صافي القيمة الإيجارية بعد الإعفاء الإعفاء عندنا أربعة وعشرين ألف جنيه بنص القانون يبقى الصافي القيمة الايجارية ناقص اربعة وعشرين الف جنيه. نمرة ستة. الضريبة هنا هنحسبها بتساوي الوعاء في السعر. السعر عندي ضريبة العقارية عشرة في المية بنص القانون آآ رقم سيد. دي الحالة الاولى. طب لو شفنا الحالة التانية حالة ان العقار مستعدم غير لاغراض غير السكن الخاص للممول. مؤجر كسكن للغير مسلا. آآ بنعمل خطوات بتاعتنا. بنحدد برضو القيمة السوقية المقدرة العقار. بنجيب نمرة اتنين القيمة الرقسمالية اللي بتساوي القيمة السوقية في ستين في المية. نمرة تلاتة بنحسب اجمال القيمة الايجارية المقدرة اللي هي بتساوي القيمة الرقسمالية في تلاتة في المية. بنجيب صاف القيمة الايجارية بعد كده. اللي بيساوي اجمال القيمة الايجارية في سبعين في المية. نمرة خمسة بنحسب وعاء الضريبة اللي هو بيساوي صاف القيمة الايجارية بدون وجود اعفاء اللي اربعة واشنين الف اللي هي في الحالة ايه? السابقة مباشرة. آآ بعد كده بنقدر نحسب الضريبة بتاع عندنا الوعاء. اي ضريبة في الدنيا الدريبة بتساوي الوعاء في الساع. آآ الوعاء احنا حسبينه لوصف القيمة الايجارية في نمرة خمسة في السعر عشرة في المية عندنا. آآ اول تمرين معانا هنرضو بيقول لك يمتلك احد الاشخاص عمارة مكونة من دور واحد به شقةين متمثلتين وبترخيص عمارة سكنية. وقد تحدد قيمة سقية مقدرة للشقة الواحدة سبع مليون جنيه. المطلوب حساب الضريبة العقارية. ازا علمت ان احدى الشقاق مستخدمة كسكن عادي للمالك واسرته بينما الاخرى مؤجرة كسكن الغير. آآ ممكن تتحل آآ التمرين ده ازاي? بنبتدي نشوف هو نفس الخطوات. هناخد كل شقة لوحدها الشقة سكن خاص للممول واسرته. هنحدد القيمة السقية المقدرة لعقار لسبع مليون. نجيب القيمة الرقسمالية عبارة عن سبع مليون في ستين في المية. ايا ان كانت القيمة ده تطلع معاك في الالة الحزبة. بعد كده بنجيب اجمال القيمة الايجارية المقدرة اللي بتساوي القيمة الرقسمالية في تلاتة في المية. بعد كده بنحسب الصافي اللي بتساوي الاجمالي في سبعين في المية. آآ بنحسب بعد كده الوعاء اللي هو صافي القيمة الايجارية بعد الاعفاء الاربعة واشتون الف. آآ نجيب الضريبة آآ بعد كده هو الوعاء في عشرة في المية سعر الضريبة آآ يطلع آآ الوعاء اربعة وستين الف ومئتين في عشرة في المية سعر الضريبة يطلع معاك الضريبة بساوي ستة لاف ربعمية وعشرين آآ آآ اما الشقة التانية آآ غير السكن الخاص للممول أن نبتدي بنفس الخطوات آآ نفس القمة السوقية سبع مليون نضربها في ستين في المية وبعدين اللي هيطلع نضربه آآ القمة آآ ثلاثة في المية آآ عشان نجيب اجمال القمة الايجارية هنجيب بعد كده صاف القمة الايجارية اللي هي الاجمالي القمة الايجارية في سبعين في المية نحسب الوعاء اللي هو بيسوي صاف القمة الايجارية بدون اعفاء يوبل اربعة وستين الف هنا في الخطوة دي مش هنترحهم نوصل للضريبة اللي هي بتساوي الوعاء في عشرة في المية اللي هي تمانية وتمانين الف ومئتين في عشرة في تطلع ثمانتلاف ثمانمية وعشرين جنيه. بينما التمرين التاني لو خدناه بيقول لك عندنا شقة سكنية مستخدمة سكن للممول لأسراته. وعندنا شوية قيم سوقية مختلفة. وعايز ان نعرف الضريب المعاملة الضريبية في الحالة دي يعني الضريب العقارية تحسب ازاي? فدو عندي قيم مختلفة سوقية. قيمة سوقية للشقة مليون او مليون ونوص او اتنين مليون او تلاتة مليون او اربعة مليون او خمسة مليون. اه نحيل التمرين زي ده ازاي? هو بنعمل نفس الخطوة في الستة. فابتدنا نعمل جدول عشان هي قيمة كتيرة. قيمة للسوقية لو هي مليون هيبقى معافي من الضريبة. لو هي مليون ونوص برضو معافي. بداية حساب الضريبة في هذه الحالة اتنين مليون جنيه قيمة سوقية. تطلع الضريبة معك مية وعشرين جنيه اللي هو في العمود معك في الجدول ده. اه لو تلاتة مليون هتبقى الضريبة الف تلتمائة وتمانين. ولو اربعة مليون اخر العمود اللي هو الضريبة يبقى الفين ستمائة واربعين. ولو خمسة مليون هتبقى اه الضريبة تلات تلاف وتسعومين. اه لو خدنا نفس التمرين بس غيرنا اه ان الشقة سكنية مستخدمة كسكن غير السكن الخاص للممول. وعندي قيم سوقية كتيرها مليون ومليون ونص واتنين مليون وتلاتة مليون واربعة مليون واخيرا خمسة مليون. هنبتدي نحضر نفس التمرين. وفي الحالة دي طبعا مش هنترح الاعفاء زي ما هنشوف مع بعض. الاعفاء الاربعة وعشرين مليون مش موجود وبالتالي الحزبة بتاعتنا هنلاقي انه هو مليون هيدفع ضريبة الف متين وستين لو مليون ونص الف تبنمائة وتسعين اللي هو العمود الاخير. لو اتنين مليون كمس وقية هيبقى العمود الاخير الفين خمسمية وعشرين. لو تلاتة مليون كمس وقية هيبقى العمود الاخير الضريبة آآ تلات تلاف سبعمية وتمانين. ولو اربعة مليون هيبقى الضريبة خمس تلاف واربعين. ولو خمسة مليون كمس وقية وبقى الضريبة ستتلاف وتلتمية. شكرا لحسن استماعكم وبشوفيق. ان شاء الله. اشتركوا في القناة